مشروع ابتكاري للاستفادة من جفت الزيتون الذي ينتجه المزارعون سنوياً أبدعه أستاذ في جامعة النجاح الوطنية وآخر في جامعة الاستقلال ومشروع لمساعد شخصي لمساعدة المواطنين على التعامل مع البنوك لأستاذ من جامعة بيرزيت فاز بجائزة النداء البحثي التركي الفلسطيني الأول المشروع اللي قدمناه صراحة باعتمد على الجفت كمادة أساسية وتحويلها إلى مركبات لتنقية المياه من المواد السامة والضارة للإنسان والنبات فالجفت طبعا معروف أنه مادة نباتية غنية بسليلوز البوليمر طبعا عبارة عن مركب كبير طبعا وبتكون من شجر موليكيوز فالجلوكوز هي مرتبطة مع بعض وبتكون مركب كبير طبعا فوزت أنا وزميلة الدكتور عثمان حامد من جامعة النجاح في مشروع تنقية المياه العادمة بواسطة مستخلصات من الجفت السليلوز وطبعا جاءت هذه الفكرة الجديدة نتيجة سلسلة أبحاث سابقة احتفال رسمي بإعلان الفائزين بجائزة النداء البحثي التركي الفلسطيني الذي يقام بتعاون بين المجلس الأعلى للإبداع والتميز ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية التركي نداء أطلق قبل عام تقريبا وسط تحديد قطاعات البحوث الإعلامية حيث تقدم 25 مشروعا لهذا النداء نحن المجلس على الإبداع والتميز مهماتنا أن نأخذ نتائج البحث العلمي ولكن عندما نرى بعض البحوث العلمية القابلة للتطبيق والتي تقع ضمن أهداف المجلس وهو إنشاء شركات ناشئة نخود مثل هذه التجارب 49 مقيما فلسطينيا من المؤسسات تقدموا لتقييم المشاريع شاركوا بشكل تطوعي كامل وقيموا المشاريع الفائزة ليمنح النداء الباحثين الفلسطينيين والأتراك الفرصة للعمل سوية ويمكنهم من نشر أبحاث وأوراق مشتركة في راستاني نفذيت النجاح رمالله اشتركوا في القناة